هل تكتبون أيضاً الذي تكتبون سندريلا؟ نعم دعونا نبعد قليلاً عن الغابات عن المدن عن الفيروس ماربورغ الجديد دعونا نبعد أكثر ونروح على مدينة الأحلام ماربورغ نبدأ رحلتنا اليوم من مدينة ماربورغ مدينة أفلام الكارتون والخيال أعطونا لايك ومشارك القناة وخلينا نبدأ الفيديو مدينة ماربورغ هل تحبين ماربورغ أكثر من بيرلين؟ نعم هي المدينة التي عاشوا فيها الأخوة غريم أكثرنا ما نعرف منهم هل تخبرني أن هذه الأخوة غريم؟ أخوة غريمس لكن كنا نعرف قصصهم وفي كل بيت يحشون حكاياتهم لأطفال نعم مدينة ماربورغ مدينة ماربورغ موجودة في ألمانيا وتبعت ساعة بالسيارة من مدينة فرانكفورد تمتاز مدينة ماربورغ بشوارح الملونة مع سلالم في الشوارع أكثر من المنازل اعتبر ماربورغ واحدة من المدن الصغيرة لذلك الأسعار فيها تكون جدا رخيصة سافرنا من لوقسنبورغ أنا ومصطفى الستار هذه المشكلة أنا وياك أولا نصينا نصينا وإحنا ساخر نصينا حتى نزو إحسين وهايفا في مدينة ماربورغ ويعرفوننا أكثر على هذه المدينة حسينطا مردنا حسينطا مردنا صانع محتوي عراقي مثل ما قلت لكم هو وزوجت القناة في معاقله سيشوفوننا مدينة ماربورغ بطريقة مختلفة ويعرفهم صانع محتوي عراقي قليلا عن التعريف شو ملحث بأي في هيفا اليوم؟ أوهي ليابيع يدخلكم الهايفا الحسينطا نرى هذه السمت المزقوفة روبا العراقية قررنا نأكل بالحديقة على القعدات الإعراقية الحسين يجب هذا القارب تركيا على اليونان جميع العراقيين انهم احداث مأساوية من وسط و الى اوروبا في 2015 الحسين طلع بالقارب هذا الى اوروبا وصلنا الان للنهر رح ناقل القارب رح ننزل هاي بيت ام كما قلت لكم رحيت الحسين رح تكون رحلة غريبة شوية و رح نطلع بالنهر و رح نوصل للقلعة بالنهر كما قال يمه والفاقيني سهرت وصلنا الى اقدم كنسة موجودة في مربور هناك قرآن الكرآن الى اليزابت مدفنا الرئيس الالماني السابق بول هندنبورغ في كنسة في القديسة اليزابت وصلنا الان الى كنسة القديسة اليزابت اليزابت باتري كانت مدفنا الرئيس الى حنغيران نوبرغ وقد قمت باستخدام المرد من المدفنا المدفنا من المدفنا المدفنا اليزابت كانت تدزل فرصان مالتهم وتقتصب كل النساء وتجيب النساء تقتلهم وقترق بشعة حتى تأخذ الدم مالتهم الدماتهم تخليه بالبانيو وتسبح به أو تشربه تتلذذ بقتلهم حتى تحافظ على سر جمالها مره 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 لذلك كلكم تعرفون أفلام الكارتون أفلام كارتون سنو وايد سنو وايد الأغزام السبعة كانوا يذهبون بالأميرة الساحرة هذه التفاحة التي تسممها أميرة بياضة الثلج الفكرة بأفلام الكارتون ليس يطلعون القصص البشعة والدماج كانوا يطلعون التفاحة السامن في كل كنيسة دخلوها تلاقون شكل عيسى الحي شكل ملائقي خيالي جميل جدا لكن فقط في الكنائس القوطية تلاقون شكل بشع بتشمو؟ وتيبا نراب ستاك ويقول لكم وجمو حولي وش هم تصويني إن هي بس هي هي تحب عيسى بنا مرحب لذلك الداخل لقد أتجول بالشارع طبعا عن شان تم رحل تشري الماء لقيت الماء على طول قدامي هذا الشارع التابع للأخوة غريم اللي هم مؤسسين أفلام الكارتون اللي كلكم تشوفون ليفت انتباهي أحد محلات الكوفي اللي موجود هناك طبعا مكان يبيع قهوة بطريقة مختلفة طريقة غير الناس قاعدة كأنك في محل كتب في محل هداية اسمها بوني يعني الخيل الصغير قهوة قهوة عكي الطعم طيب طبعا ملاحظة اللي أخذناه فقط ثلاثة اسبريسو بثمانية يورو يعني سعر القهوة ثانين ونص يورو شوفوا يا جماعة كل هذه الحيوانات اللي اللي شوفوها هنا هذه كلها تابعة للأفلام الخيالية الأفلام الأخوة غريم ودخلنا الآن للمدينة القديمة في مارتبورغ طبعا الشوارع مكتظة بالعالم فالشي كلش حلو وكلهم شوفوا كل الناس أو الشعراء أو الناس اللي بره يتغني الأغاني القديمة في الريتيالية اللي تابعة إلى أفلام الكارتون اطلادها خيالية مصطفى لقاها خليني أشوفها لكم يا جماعة فالشي خرافي صراحة صدق عالم الخيال عالم مدينة الكارتون موجودة في مارتبورغ يا جماعة مصطفى شنو هالبيوت القديمة نشوفها قدامك هذا البيوت القديمة هذا الدزاين الألمان القديم والتصاميم البيوت كنا نشوفها بأفلام الكارتون وبالأفلام الأجنبية القديمة والآن أنت بأرض الواقع أرض الواقع أجاه نشوف حتى لو لو خلني نقول صار عمرها قديم يرجعون لي رأمون نفس التصميم لأنه هذا خاص بيهم تصميم عجيب يا جماعة شوف لا بحب .. كننينك توصش غفلهم كالتوني كننك توصش غفلهم كالتوني اشتركوا في القناة